نحمل ايه بقى في الجولة اللي جاية دي يا عم ضياء? اولا اخي تعمل ايه? بص يا صديقي احنا عندنا في الجولة دي كلها على بعد تمن فرق. وفيه تمن جولات بعد كده فيهم ضبلات وبلانكات وتشبات عايزين نلعبها وموضوعنا كبير قوي. فخليني اقول لك كده ببساطة ان انت لو عندك تمن او تسع لعيبة موجودين ما تخطرش اصلا بانت روح تعمل مينوس. وممكن في وقت بنات اصلا تحتفظ بالتغيير كمان وتدخل مبعد التاقف الدولي معاك تغييرين انت عارف اصابات الطاقف الدولي واللي بيحصل فيه كله فتدخل بتغييرين تعمل حتى مينوس فور وتعمل تلات تغيرات ساعتها هتصبت لك الفرق. طب لو انا عندي اقل من كده انا عندي خمسة وستة لعيبة اروح لعب الفري هت لأ في العصة دي الموضوع يبقى مختلف يعني اه لو عندك تلاتة او اربعة فانت يعني انت مفاكش في الامر خلاص لازم تلعب الفري هت لكن خمسة ستة تقدر حتى بمينوس فور في الحالة دي تزقوهم من ثمانية وتنمشي على سن انت تجيب الناس اللي هي ما ينفعش ما يكونوش في فريقك وهنتكلم عنهم دلوقتي ولكن انت بقى انت مأمن نفسك جاي بالمينوم بتاع الموضوع لك تبقى لا خسرت ولا كسبت ويمكن حد فيهم يضرب معك فتكسب لكن لو انت في الواضح ده انا في رأي ان انت مش لازم تروح تلعب الفري هت بالذات لو هاي الفري هت الاخيرة ليه لان انت عندك دابل كبير في الجولة تلاتة وتلاتين دابل كبير في الجولة ستة وتلاتين وهاتهم بنش بوست لو هاي لسا معك وفي التانية اعطيها للحاجة الفري هت لو انت قريز تعملت البنش بوست والتريبل كابتن ومعكي اللي اتنين فري هت فبرده هتحتاجهم في الجولة تلاتة وتلاتين وستة وتلاتين عشان تاخد اكبر قدر ممكن من اللعيبة وبالتالي اكبر قدر ممكن من النقط وساعتها في الجولات الاخيرة الرنك اللي انت بتاخده بتلحق تحتفظ به ما بيبقاش في فرصة كبيرة ان انت هتعمل عليك وتخسر الرنك اللي انت موجود فيه انا لو تسألني انا هعمل ايه انا عندي دلوقتي في الملعب موجودين تسعة لعيبة لقوا خرجوا من الجولة تسعة وعشرين بقيتها للاخر سلام هكمل بيهم زي ما هم مش هعمل اي تغيير وهدخل الجولة بعد كده واحد وتلاتين معها تغييرين عشان اللي قلت لك عليه بعد كده طيب لو انا ديو عايز اعمل تغيير او افكر في لعيبة تنفعني حتى بعدين او افكر في لعيبة برة الصندوق او اي حاجة من الكلام ده خلينا اقولك ان انت كده كده في لعبة موجودة قريدي يعني انت قلنا من الجولة اللي فاتت انت بتختار يا كينيا صنو واحد فيهم عندك دهرت يوكليسوفيسكي من توتنهم بتختار واحد منهم كده كده كلنا عندنا يا سا يا كودي يا سايس يا ايت نوري يا كلما كلنا عندنا واحد من مدافعين اغلبنا عنده خيمينيز ففيه حاجات كده سوابت وانت لو انت متحضر من قبل كده ومعايا موجود هتبعرفين انا بنحضر للكلام ده من بدلي عشان نتفادى ضرر جولة البلانك